الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلبة الصف الخامس اليوم أنا وياكم يا ميس رح نحل أسئل الدرس السلم المجتمعي فيلا يا خامس أحذر دفترك اكتب اليوم التاريخ والعنوان بخط واضح ومفهوم السؤال الأول وضح المقصود بالسلم السلم يا خامس هو حالة التوافق والتعايش والوئام بين مختلف الجماعات داخل المجتمع في إطار من الأخوة والتعاون بالرغم من اختلاف ثقافاتهم ومعتقداتهم إذن السلم هو عبارة عن حالة من التوافق والتعايش والوئام ما بين مختلف الجماعات داخل المجتمع في إطار من الأخوة والتعاون ولكن ممكن يكون هالأفراد بيختلفوا بالدين بالثقافة بالمعتقدات بالعادات والتقاليد السؤال الثاني ما أهمية الحوار ما بين أفراد المجتمع تحدثنا بدرسنا عن أهمية الحوار وحكينا أن الحوار هو وسيلة للاتصال والتواصل ما بين الناس ويستخدمها المتحاورون في معرفة الحقيقة السؤال الثالث اكتب في الجدول الآتي واحدا من إسهامات الأسرة المدرسة دور العبادة في تحقيق السلم المجتمعي أولا الأسرة تؤثر في تنشئة الفرد يعني الأسرة لها تأثير كبير في تنشئة الأفراد أيضا المدرسة تعمل على نبض السلوكات السلبية للطلبة المدرسة بتساعد الفرد أن يتخلص من السلوكات الفردية أو السلبية عفوا دور العبادة تعزيز السلوكات التي تحقق السلم بين أفراد المجتمع يعني دور العبادة تيجي بتثبت وبتعزز السلوكات داخل الأفراد اللي بتحقق السلم السؤال الرابع عدد أهم الآثار الناتجة عن انتشار السلم في المجتمع أولا نشر الأمن والاستقرار والتسامح داخل المجتمع لما يصير عندي انتشار السلم في المجتمع رح يصير واحد ينتشر الأمن والاستقرار والتسامح أيضا رح نصير نقبل آراء الآخرين ورح يتحقق المساواة والعدالة ما بين جميع أفراد المجتمع أمام القانون السؤال الخامس كيف تتصرف أعزاء شخص أساء إليك بسبب جهله يعني أنت كشخص يجي شخص وأساء إليك كيف تتعامل معه التعامل معه بأسلوب الحوار والمناقشة والإقناع في التعامل يعني إحنا لازم نتعامل معه بأسلوب الحوار والمناقشة وإنا نقنعه أنه هذا أسلوبك خاطئ لازم أنك تغيره هيك إحنا منكون يا خامس كمننا والسلام عليكم ورحمة الله